موسيقى هنا منشأة لإنتاج الأكسجين والنيتروجين والغازات الطبية والصناعية عندما كانت داعش متواجدة في هذه المنطقة كانت المنطقة مفتقرة إلى هذه المادة يعني مادة الأكسجين غير متوفرة في هذه المنطقة وكانت إسطوانات الأكسجين تأتي إلى هذه المنطقة عن طريق التهريب من المناطق الثانية ووصل الآن إسطوانات الأكسجين إلى 30 ألف ليلة سورية في هذه المنطقة موسيقى تأثير هذا المنشأة على الحياة في المنطقة المحررة تحد من نسبة البطالة إذا رجعوا الصناعيين وفتحوا المنشآتين هنا والناجئين من بره شافوا أنه فيه فلس عمل موجودة وأمال موجودة هنا تانalahيين yani eachastic drasticläب على البلد أ aluminium وفيход أدخل 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 أدخل